بدون شروط مسبقة وبحسنينية يجب أن تعود مشاورات السلام اليمنية هكذا قرر مجلس الأمن في بيانه الأخير البيان شدد أيضا على أن تكون المقترحات الأخيرة للمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولدى شيخ أحمد هي أساس الاتفاق الذي يجب أن يغطي القضايا الأمنية والسياسية رافضا كل الإجراءات الأحادية التي تعرقل مسار التسوية في إشارة للمجلس السياسي الذي شكله تحالف الانقلابيين في صنعها قبل أسابيع يأتي هذا في حين يواصل المبعوث الأممي مشاوراتهم على الأطراف ذات العلاقة بالأزمة اليمنية للبحث عن دعم للجولة القادمة من المشاورات التي كان يفترض أن تنطلق قبل أيام لكنها لا تزال تبحث عن محفزات أفتقدتها مع بلوغ جولة الكويت نهايتها دون التواصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أشهر من المباحثات دعوة مجلس الأمن وتحركات المبعوث الأممي لا تزال تصطدم بتعنت الميليشيا الرافضة لكل المقترحات المطروحة على طاولة الحل وسعيها الدائم إلى حرف مسار المحادثات نحو قضايا تجعل الحل يبدو أبعد في كل مرة هذه المرة تبدو قضية المجلس السياسي قضية محورية في نقاشات استئناف المشاورات ففي حين تحاول الميليشيا جعل المجلس يبدو حقيقة واقعة سعيا وراء مقايضة تسمح لها بتمرير أفكارها ورؤيتها للحل تصر الحكومة على اعتبار هذا المجلس غير موجود ولا يمكن العودة إلى طاولة واحدة مع الميليشيا قبل حله ومع تصاعد المواجهات على الأرض تبدو مهمة مجلس الأمن والمبعوث الأممي هذه المرة أصعب من أي وقت مضى فتقدم قوات الجيش والمقاومة على أكثر من جبهة وعودة المواجهات العنيفة إلى الحدود تعني أن المسار السياسي بحاجة إلى معجزة حقيقية للعودة فيما يبقى الحديث عن الحل مؤجلا أو سابقا لأوانه اشتركوا في القناة